نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية في قرية أم الرضا في مركز كفر البطيخ بدميات ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وقال مدير مدرية الصحة بدميات الدكتور السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن معمل وصيدلية وجهاز آشعة وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة بايروس كورونا خفل العلاجية وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة موجودين نهاردة في قرية أم الرضا الجديدة التبع لمركز كفر البطيخ خفل العلاجية من الخدمات المميزة جدا متقدمها وزارة الصحة للمواطنين في الأماكن البعيدة خصوصا أنها تستهدف الأماكن البعيدة عن تشفية المركزية بمسافة التي تقلها عن 15 كيلو متر قافلة الرئيسية تتقدم لعادات التخصصية والمعمل والأشعة وصرف العلاج بالمجان للمواطنين إلى جانب إمكانية الأحل الأرب مستشفى مركزي في حل احتياج لاستكمال الخدمة وده طبعا بيتم متابعته بعد انتهاء القافلة وده طبعا بيتأكد المواطن حصل على خدمته كاملة نحن نشكر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه مهتم بالناس الغلابة والناس الفقرة الذين هم مثلا تعبانين ومش قادرين يكشفون ونشكر وزارة الصحة أنها تمعا لها فضل كبير علينا وعلى أهلنا أنهم بيجوا مرضى كمخدين بالهم من الفئة التعبانة اللي ظروفها الصحية مش قادرة تروح تكشف في المشتشفية طبعا متوفر في القافلة عيادة الأسنان والجراحة وكل التخصصات موجودة هنا وإن شاء الله هي متوفر لها كل الإمكانيات سواء من وزارة الصحة أو هنا من مركز شباب ومراضة الجديدة الموفر كل الإمكانيات بصراحة سواء تنظيم أو يعني مساعدة الناس الموجودة القافلة موجودة بجميع التخصصات القافلة موجودة تحت إشراف طقم طب محترم موجودة باستمرار العلاج موجودة الإشارة موجودة التحاليل موجودة ترجمة نانسي قنقر